المصري هو نظام مجرم ينتهك القوانين الدولية ويمارس أبشع أنواع القمع بحق المصريين الإخفاء القصري هو إمعان في القمع وزيارة في الظلم المختفي يعيش لشهور لا يعلم أين هو كم مر من أيام وشهور وأسابيع وهو بعيد عن كل شيء يفتل الإحساس بالزمن والمكان يصبح أمله الوحيد أن يظهر في محكمة أو داخل أحد أقسام الشرطة أما عائلة المختفي قصريا فتعيش على الأمل كلما مر يوم دون خبر عنه تسلل اليأس للنفوس أخفت ضوء الأمل رويدا يقتلونهم بالبطيء بإخفائهم القصري لذويهم تهرول الأم والزوجة والابن من باب إلى باب ومن سجن إلى سجن ومن مشفى إلى آخر بحثا عن سنوات من النضال في اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القصري أقول للسيسي ونظامه أوقفوا الإخفاء القصري أتوقفوا عن التلاعب بمصير المصريين المظالم كثيرة وقد صنعتم جيشا من العدوات داخل كل بيت في مصر ولم تكون النهاية سعيدة بأي حال